ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حل لو اول مرة تشوفوا لي فيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب من زرارة احمر اللي تحت او اشتراك. واتفعلوا جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصلكم. ما تنسوش تعملوا لايكات كتير جدا للفيديو ده. علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. الفيديو ده بيخص قنوات اليوتيوب. وهو ازاي نربط الحساب البنكي بحساب جوجل ادسنس او ندخل بيانات الحساب البنكي على بيانات جوجل ادسنس. اه بس يعني جوه مصر. وعن طريق الموبايل. وكده اه لان كل دولة بتختلف عن الدولة التانية. عندنا في مصر بيطلبوا مننا بالزبط. الاسم اللي موجود في البنك. بيطلبوا مننا اسم البنك. بيطلبوا مننا السوفت كود وبيطلبوا مننا الايبان. السوفت كود والايبان بنقدر نروح اي فرع من في رواح البنك. او تحديدا من روح الفرع اللي احنا عايزين يتحول لنا عليه. علشان هو بيكون لكل فرع سوفت كود مختلف. يعني هو البنك كله بيكون لي سوفت كود واحد. لكن كل فرع بيكون لي ارقام معينة بتبقى موجودة. في اخر سوفت كود دي بتبقى خاصة بالبنك نفسه او بفرع البنك نفسه. اه طبعا ده جوه مصر. الكلام ده جوه مصر. اه ازاي هنعمل ده او ازاي هنربط الاتنين ببعض الحساب البنكي. ده اللي هنعرفه دلوقتي. اول حاجة هفتح اه حساب بتاعي. ماشي. وهدخل على التلات خطوط اللي على جنب فوق. وهدخل على الدفعات. وبعد ما بدخل على الدفعات بدخل على معلومات الدفع. بعد كده بيزهر لي طريقة الحصول على آآ دفعتك. اضافة طريقة آآ دفع الطريق الدفع لتلقي ارباح. هنعمل اضافة طريقة دفع. هيدخلنا على صفحة تانية مكتوب فيها اضافة آآ تفاصيل جديدة للتحويل الالكتروني. او اضافة تفاصيل جديدة للشيكات. طبعا احنا بنختار التحويل الالكتروني. التحويل الالكتروني بيجيب لنا آآ مجموعة بيانات. البيانات دي احنا لازم آآ نملاها علشان آآ نقدر ان احنا آآ الارباح اللي موجودة في جوجل الادسنس توصل للحساب البنكي بتاعنا. طبعا البيانات دي اللي هي المعرفة المستفيد بتكتب اسمك. الاسم على الحساب المصرفي. الاسم اللي موجود في الحساب بتاع البنك. واسم المصرف اللي هو اسم البنك. طبعا الحاجات دي بنكتبها بدقة وبشكل صح لان ممكن اي حرف يبوز التاني. ورقم آآ رمز السوفت. ورقم الحساب بصيغة الايبان. ونعيد تاني آآ الايبان. وناخد بالنا كويس جدا من الحروف. ومن الارقام هروح. ادخل البيانات دي. وارجع لكم تاني. وده بيكون الشكل بعد ما دخلنا المعلومات بتاعتنا. الاسم والسوفت كود. واسم البنك. وآآ رقم آآ الايبان. آآ اللي هو بيكون اول وحرفين. وبعد كده بيكون رقم طويل جدا. المهم ان احنا ندخل الحاجات دي بدقة. بس كده الموضوع سهل جدا وبسيط. اتمنى انتو تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. ويا رب اشكوا على خير. ان شاء الله الفيديو اللي جاي. مع السلامة.